بسم الله دلوقتي لو انا عايز ادور على حاجة جواه ملف تيكست او ملف اكسيل او ملف وورد فأنا مثلا فيه كلمة كتبتها جواب بس انا مش فاكر اسمي جواب ايه يعني سايفته بايه يعني كتبت مقالة بس مش فاكر اسم الاسم ايه ممكن يكون مثلا ايه استخسرت ورحت ايه سيف نيو تيكست سمته من نيو تيكست فابش فاكر يعني انا فاكر ان انا كتبت كلمة ووركفلو بس بعمل سيرش بجيبلي الفولدرات اللي اسمها ووركفلو من بره تمام لأ هناك كلمة جوا طيب اعمل ايه بقى عشان نوصل للحاجة زي كده من view هتلاقي option هتلاقي جنرال view search خش عالسيرش اعلم عنه دي قلو search file names and contentes خش في المحتويات تمام بعد تسيبولك تحذيرت هياخد منك وقت اطول في البحث طيب خلينا ندور بص هولا الملف ده الملف ده ما اسمهوش مش موجود في اسم كلمة ووركفلو بس لما هتفتحوه قدام السيرش هتلاقي جواه ووركفلو تمام وانا ما كانش طالحهو لك مش اي ملف طريقه ويعملوا خلاص طيب اعمل سيرش ووركفلو طعم لا اكلمت ووركفلو فعلا فهو بدأ يدخل في ملفات البيدي اف والورد والاكسيل وهيلاك كتير هو ياخد بس شوية وقت بس هيلاك كتير وبعدين لما تجد تعمل سيرش هنا بتحسش ان هو مديك الأدوات بتاعت ووندوز سيفن لا ده مديك حاجة تخفي خالص بينما كان اول كان مديني امكانيات لانه هتطالك نفس سيرش هنا تقدر تتعمل سيرش في الفولدر ده بس او في اولساف فولدرز يعني لو في فولدرات داخلية تقدر دوجوها لا ممكن تقوله دورلي في مكان تاني غير الفولدر دوت في الانترنت في الليبيراري ممكن تقوله انا عايز انظم حاجة معينة انا عايز الملفات بس اللي هي بكلندر فيد ايميل فولدر الصيز ممكن تقوله انا عايز حاجات المساحاتها كبيرة المساحاتها صغيرة الوسط ممكن تقوله انا عايز بربرة تسفي طايب في النام في الفولدر باس في التاكس انا بيجيب لك اخر كلامات انت عملت على سيرش يعني بيجيب لك امكانيات اكتر بكتير من الاول وخاصية ان انت تدور جوه الفولدرات دي خاصية حالو تطفر لك وقت بس المشكلة انها بياخد وقت في البحث بس هيجيب لك كل الحاجات اللي فاتت وحاجات اضافية وكتير جدا مسأل شنوات الفيديو جربوها وهتلاقوا انها مفيدة